يجمعهم الكرم والنخوة وإغاثة الملهوف والغيرة والشرف والنسب الرفيع لكن قد تفرقهم لعاعة من الدنيا لتشتعل الحرب بينهم عشرات السنين كحرب البسوس إنه حال العرب في الصحراء والمدن إلى أن جاء الإسلام فهذب القيم وتم مكارم الأخلاق وارتقى بالقوم حتى سادوا الأمم وفتحوا البلدان ودار الليل والنهار وتحركت عقارب الساعة وعاد العرب إلى النزاعات والفرق من جديد على الرغم من توفر جميع مصادر القوة الاقتصادية والموارد البشرية واللغة المشتركة والتاريخ والدين إلا أن ذلك أصبح عامل ضعف وتفرق بدل أن يكون مصدر قوة ورفع تمتلك الدول العربية ثروة نفطية هائلة تمكنها من تغطية جميع نفقاتها والعيش في بحبوحة من الترف بالإضافة إلى الزراعة التي تمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي ناهيك عن المعادن وغيرها من الثروات والموارد البشرية التي تمكن الدول العربية مجتمعة من تشكل جيش يصل تعداده إلى نحو أربعة ملايين مقاتل بالإضافة إلى الترسانة العسكرية الكبيرة وامتلاك المنافذ الاستراتيجية على البحار والمحيطات لكن كل ذلك يتلاشى أمام ما توصل إليه التقدم العلمي والعسكري في العالم والذي جعل الدول العربية في ذيل القائمة بمضمار التقدم العلمي وهو ما شكل تبعية وحاجة ماسة ودائمة إلى ما ينتجه غيرهم سواء كان ذلك بتخطيط الأعداء أو بغفلة العرب وركونهم مراقبون أكدوا أن وفرة الموارد بأنواعها في الدول العربية لا يعني بأي حال من الأحوال أن تلك الدول قوية وقادرة على الدفاع عن نفسها ما دامت هناك قوى تمتلك النفوذ والسيطرة عليها لا سيما مع وجود طبقات حاكمة تخدم أجندات تلك القوى وتسعى لاستمرار حالة الضعف العربي وعدم السماح لأي فرصة للنهوض من جديد